اشتركوا في القناة وذلك بمقر اقامة ضيف البلاد الكريم واشاد حضرة صاحب الجلالة بهذه الزيارة المثمرة لاخيه صاحب سمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود لبلده مملكة البحرين والتي تصب في صالح البلدين الشقيقين وتسهم في تعزيز روابطهما الاخوية الوثيقة مثمنا جلالته الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية ودعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وإسهاماتها الهامة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأبلغ جلالته صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي بنقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأخلص تمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وسعراض العلاقات التاريخية المتميزة وسبول دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه عرب صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دور جلالته الرائد في تطوير وتنمية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين متمنيا لشعب البحرين الكريم دوام الرقي والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر